موسيقى أهلا بكم مع اقتراب موعد انتهاء المهلد السورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تتصاعد تحركاته الداخلية والخارجية في ملاقات الاستحقاق صحف بيروت التي افردت مساحات واسعة لتغطية هذا الحدث سنواكبها اليوم مع الدكتور باسم الشاب عضو كتلة المستقبل والذي سنطل معه ايضا على عدد من الملفات الداخلية والاقليمية من جديد بصبحك بالخير وببدأ مباشرة بموضوع الحلقة وهو موضوع الاستحقاق الرئيسي على خلفية التواصل بين تيار الوطني الحر وتيار المستقبل هالكاريكاتور لا ارمان حمسي بجريد النهار رسم رجل يقرأ صحيف عنوانه مرشح عون مرشح توافقي فتخرج من الصحيف يد لتمحي من غلاف كتاب الابراء المستحيل تشتب كلمة المستحيل وتستبديلها بكلمة الممكن هل رح يبقى الممكن ممكنا بعد جلسة الخميس إذا ما صار في انتخاب للعماد عون والسؤال الطبيعي شو هو سيناريو جلسة الخميس الحقيقة هاودي يعني موضوعين مش موضوع واحد نعم موضوع هو الانفتاح والتقارب مع تيار الوطني الحر اللي بلش من فترة وشفنا نتائج إيجابية منه منها تأليف الحكومة والتعاون على عدد من الملفات هذا الموضوع موضوع لحاله مستقل بنفسه وفيه موضوع الرئاسي موضوع معقد لأنه التعاون مع تيار الوطني هو علاقة ثنائية نعم أما موضوع الرئاسي فإله تشعبات اللي أبعد من التيار الوطني الحر وأبعد من تيار المستقبل يعني فيه موضوع توافق مسيحي محلي فيه موضوع توافق لبناني بين 8 و 14 وفيه موضوع أقليمي لذلك في الموضوع الرئاسي تيار الوطني الحر وتيار المستقبل ما ننلعبين الوحيدين بهاللعبة بينما بالتعاون بالملفات التانية المحلية اللي ما ألا علاقة بالرئاسي شفنا تعاون لنعكس إيجابيا على تأليف الحكومة على إنجازات الحكومة وهذا التقارب والحوار سيستمر بغض النظر عن موضوع الرئاسي الدوز أو حسة القرار اللبناني بالموضوع الرئاسي يعني بستنتج من كلامك ليست مرتفعة نسبة إلى الحصة الخارجية دور الخارج القرار اللبناني الحقيقي هذا انتخاب رئيس مسيحي ماروني فالحقيقة البعد المسيحي اللي هو مهم مهم جدا والبعد التوافق الماروني الماروني مهم جدا يعني اليوم نحنا إذا افترضنا أنه كان في اتفاق برعاية بكركي على مرشح نعم لرئاسة الجمهورية هل يستطيع أي طرف بلبنان أنه يقول نحنا لا ما نقبل بهالشخص لا فإذا البعد المسيحي الماروني هو أهم بعد بيجي بعد وبعد اللي هو بعد سياسي لبناني محلي اللي هو انقسام 8 و 14 هذا الانقسام كمان له حيثياته يعني نحنا كعنصر أساسي في 14 أزار توصلنا إلى اتفاق أنه مرشع 14 أزار هو الدكتور سمير جعجع لذلك هذا القرار مش نحنا أخدناه لحالنا وأخدناه بالاتفاق مع شركائنا وبالتوافق مع حليفنا اللي هو الدكتور سمير جعجع هل بتشوف أنه القرار الأقليمي بموضوع الاستحقاء الرئاسي ممكن يأثر بشكل مباشر وبالتالي ما بتعود فيه للإرادة المحلية أي قرار صراحة الوضع الأقليمي اليوم تغير عن ما كان في آخر مرة يعني صار فيها انتخابات رئيسي أول شيء الدور السوري حتى نقول مش موجود بس خف كثيرا نعم واستبدل اليوم بدور إيراني يعني الدور الإيراني مع أنه حزب الله وثماني أزار بفرجوا أنه الدور الإيراني هو فقط لدعم لبنين في الصمود أمام العدو الصهيوني نعم ولكن الحقيقة أنه الموقف الإيراني الواضح ظهر في مقال كتبه وزير الخارجي الإيراني بفارنا فيرز اللي طلع بآخر عدد نعم وبقول فيه وبقول بصراحة أنه نحن بدنا أنه الغرب يعترف أنه لنا مصالح وحقوق في الشرق الأوسط يعني ترجمت هالكلام ترجمت هالكلام نقص من اللعبة اللي عم نشوفها هي قسم من إيراني يكون إلىها كلمة في تحديد رئيس الجمهورية ما بيل هالشيء آخر مرة كان الوجود الغربي قوي كان فيه دعم قوي من الولايات المتحدة والغرب لـ 14 أزار هذا الدعم خف كثيرا والسؤال مين سيكون اليوم في مواجهة هذا المطلب الإيراني بالتواجد بقوة سياسيا وحضاريا حتى يعني محمد جواد ظريف تطرق إلى أحد أهداف الجمهورية الإسلامية في إيران نشر الحضارة الفارسية بكل صراحة يعني هل اليوم المملكة العربية السعودية بمواقفها يلي بتأكد أنه الأرار اللبناني بهذا الاستحقاق وتثني على توافق اللبنانيين ترتي مؤشر على أنها هي ستقف بوجه إيران أو ستعدل ضفة الميزان الحقيقة يعني موقف المملكة بدنا نشوفه موقف المملكة في لبنان كجزء من موقف المملكة ككل نعم المملكة السنة ميزانية الدفاع فيها كانت 67 مليار دولار يعني المملكة العربية السعودية ودول الخليج شايفين أنه بعد شيء من الانحصار الأمريكي من الأفغانستان والعراق مسؤولية حماية الخليج أمام النفوذ الإيراني قصم كبير منها سيقع على دول خليج أنفسها لذلك المملكة العربية السعودية اليوم على بدء خطة دفاعية وسياسية لمواجهة النفوذ الإيراني ولذلك أنا بشوف أنه حنشوف اهتمام من المملكة أكتر في شؤون اللبنانية وبالأخص إذا فتنا في الفراغ هل اهتمام بتعبر عنه اللقاءات يا اللي عندش هذا باريس والسعودية؟ صحيح يعني المملكة في ظل فراغ غربي وعدم اهتمام أمريكي الاهتمام الأمريكي اليوم عندنا أكتر شيء هو في مكافحة الإرهاب وفي الاهتمام بالنازحين فالموقف السياسي الأمريكي حتى شفناه أنه مش مع طرف ضد طرف صار نيوترل نعم بأي حال رح ندخل بتفاصيل اللبنانية من هذا الاستحقاق من خلال ما ورد اليوم بالصحف الشر الأوسط نقلت عن مصدر مؤرب من الرئيس الحريري أن الأخير اتخذ خيار استراتيجي بما يتعلق بالانتخابات الرئيسية مفاده أنه لا يفرد مرشحا على أحد وأنه يريد لهذا الاستحقاق أن يكون مسيحيا بامتياز وأنه لا يتخلى عن حلفائه بالرغم من الجملة الأخيرة أنه لن يتخلى عن حلفائه موقف الرئيس الحريري ما ممكن نقرأ فيه كمان لا ملطفة للدكتور سامير جعجع لا مش صحيح يعني موقف دولتر رئيس سعد الحريري يدعو إلى اتفاق أو مصالحة مسيحية مارونية يعني اليوم نحنا إذا بنرجع لتاريخ لبنان منشوف في وقتنا الأوقات كان فيه صراع شيعي مر بين حزب الله وحركة أمل وما بعتقد الخلاف بين التيار الوطني والقوات اللبنانية أكثر بين الخلاف بين حركة أمل وحزب الله والمعارك اللي عملوها ولكن الطائف الشيعية وصلت لموقع الطرفين اتفقوا كل الأطراف في لبنان اتفقت إلا للأسف المسيحيين المسيحيين لأنه يمكن بالنفوس هالموضوع بعده ما أوزين دكتور شاب صحيح بس يعني نحنا شفنا أمثلي الأكراد يعني متل ما فيه صديق صحفي حازم الأمين قال إنه شوف الأكراد يعني البرزاني والطالباني والكرح بينيتون وكيف اتفقوا طيب كان ممكن هذه المناسبة تكون لمصالحة ومصارحة مارونية حقيقية وإذا كان فيه شيء من هذا القبيل فبدأت تفرد هذا المصالح بدأت تفرد نفسها عكل الأطياف في لبنان ما هو المشكلة يقال إنه عند الموارن المشكلة هي الرئاسة الجمهورية فإذا ما نزعتها المشكلة ووضعتها بمكان آخر تزول بس الحقيقة مشكلة رئاسة الجمهورية ليست مشكلة مارونية فقط يعني نحنا ما بدنا نشيل الاستحقاق الرئاسي الماروني المسيحي عما يجري للمسيحيين في المنطقة وعن اهتمام الأوروبا والغرب والفاتيكان بالوجود المسيحي إذا اليوم المسيحيين في ظل هذه الديمقراطية التوافقية ما قدروا اتفقوا على حد أدنى طيب شو بدي يقول هذا للمسيحيين غير الموارنة والأقليات المسيحية والوجود المسيحي خارج لبنان هذا الاستحقاق لا يخص فقط الموارنة في لبنان نعم ولكن الحراك يؤشر إلى أن هذا الأمر محصور بالموارنة يعني ما منشوف دور غير ماروني بارز مسيحيا صحيح لأن الموارنة هنه أبرز وأطلطائف في لبنان ليش ما أشركوا باللقاءات مثلا لجارة بيب كركي في لبنان بالأساس معظم المسيحيين في موارنة نعم وأنا بدي أحكي كمسيحي أنه نحن كأقليات مسيحية نعتمد على وجود كنيسة مارونية موحدة وقوية إذا الكنيسة المارونية ضعيفة في لبنان ماذا بقي للطوائف الأخرى مش عم قلل من الطوائف الأخرى بس عم بقول أنه في مسؤولية كونها قل أكبر في مسؤولية على الطائف المارونية وعلى الزعماء الموارنة بالحفاظ على هذا التراث المسيحي في لبنان وفي الشرق يوم بالأمس كان في اجتماع لقتلة المستقبل صحيح وأيضا شارك فيه رئيس سانيوريا اللي التأت دكتور سامير جعجع بوقت سابق مصادر بكتلة المستقبل أبلغت النهار أنه البحث انتهى للتأكيد أن مرشح المستقبل يلي هو مكون رئيسي بـ 14 أدهار هو حتى اللحظة جعجع باعتباره مرشح وحيد ولا أحد سواه يعني أنتم ذاهبون إلى جلسة الخميس باسم دكتور سامير جعجع صحيح ممكن يجد شي بهالساعات القليلة الفاصلة إذا صار فيه معطيات جديدة ساعتها بتمبحث بس بالمعطيات الموجودة اليوم وفي ظل عدم توافق مسيحي وماروني على شخصية معينة نحن بدنا نلتزم بقرار 14 أزار وندعم الدكتور سامير جعجع معنا خيار تاني الرئيس سليمان اليوم مثل معالة جريدة السفير ما بأيد وصول أي من الأقطاب الموارن لرئاسة الجمهورية وقال عشت الصراعات القاسية لهؤلاء ويبدو أنها لن تنتهي وأخاف وصول أحدهم لينتقم من الآخر أنتوافوا هذا الرأي هذا يعني أنا ما أني مأكيد من هذا الرأي لأنه ممكن أنه يجي قطب سياسي ويكون عنصر لبدء مصالحة حقيقية يعني أنا بفضل أنه يجي قطب قوي يمثل جزء كبير من الشارع المسيحي ويمثل تيار ويكون في وضع أفضل أنه يحقق مصالحة حقيقية منما يجي شخص وجوده محصور وقوته المعنوية محدودة حضود مثل هؤلاء الأشخاص هل هي مرتفعة اليوم؟ يعني اليوم عمين حكى أنه صف الأول أركينه يعني وضعوا على جناب وهلأ بدأ ماراتون مرشحي لصف الثاني أنا ننتظر نشوف الحقيقة ما هي معالم المرحلة القادمة لأنه المعطيات اللي بين إيدينا اليوم يمكن تتغير بعد 25 شهر وفي ناس يمكن تحت ضغوط معينة تغير مواقفة يعني اليوم فيه رفض لتعديل الدستور فيه إقرار من الجميع أنه لازم نمشي ضمن الدستور وهذا الأمر هو موقف مش بس محلي موقف إقليمي وموقف غربي وموقف الفاتيكان بس إذا فتنا بالفراغ وصار فيه إمكانية للبحث فيه تعديل الدستور يمكن مواقف الأقطاب الحاليين ستتغير اليوم الموقف اللي مثلا يخدوا جنرال عون أو الدكتور سمير جعجع إذا فتنا بالفراغ ممكن هذه المواقف تتغير لذلك خلينا ننتظر نشوف شو المرحلة القادمة بس واضح أنه بالمعطيات الموجودة نحن فيتين إلى فراغ بكرة في جلسة لمجلس النواب لمناقشة رسالة الرئيس سليمان رح تحضرها قوة 14 أدار بس في حديث أنه قوة 8 أدار لن تحضر تكون رسالة سلبية يعني مؤسف لأنه نحن منشوف في غير برلمانات وغير دول الرئيس بظلق له رمزية معنوية جامعة وبغض النظر عن الموقف السياسي فيه احترام لهذا الموقع يعني أنا ما بتصور أنه إذا الرئيس أوباما بده يحكي للكونغرس أنه الريبوبليكنز ما يحضروا هذا ما ممكن حد أن يتصوره في برلمان حضاري لذلك عدم الحضور للاستماع لرسالة من فخامة الرئيس يعني غير حضاري حتى ما نقول أكتر من هيك البعض هون دكتور الشاب بيشبه منتهى إليه عهد رئيس سليمان بمنتهى إليه عهد الرئيس لحود مع فرق أنه بالموقع المقابل وجود الرئيس بالضفة المقابلة بسبب غض النظر عن هالشي بيظل الرئيسة احترامة وموقعة يعني رئيس الجمهورية يمثل أكثر من شخصه لذلك إذا نحن بدنا نعامل موقع رئيسة الجمهورية بموقف الرئيس بنكون عم نقزي موقع رئيسة الجمهورية موقع رئيسة الجمهورية يمثل أعلى موقع مسيحي في الشرق مقاطعة 8 أدار لجلسة الغد هل بتشوفها مقاطعة للرئيس أم للرئاسي وهل سبب المقاطعة عند كل فرقاء 8 أدار متشابه؟ أنا بشوفها المقاطعة يعني مش لا تليق الحقيقة بأي طرف سياسي أنه يقاطع الرئيس بهالشكل بآخر أحده لأنه ما بدي يكرر نفسي بس بتكون هايدي السيئة لموقع الرئيسي نعم يعني هلأ الطيار الوطني الحر والمرداء كما هو يعني مكتوب في الصحف لن يحضروا وكذلك حزب الله لنفس الأسباب صحيح يعني غير مبرر أنا برأيه نعم مهما كان موقف فخامة الرئيس احتراما لموقع الرئيسي يجب أن يحضروا هل تشبه الظرف اليوم بالذي كان سائدا بالعام 88 عندما وضع اللبنانيون أمام معادلة إما مخيل الظاهر وإما الفوضى هل بتشوف معادلة ممثلة اليوم تقول إما الجنرال ميشيل عون أو الفوضى لا الحقيقة 88 لبنان كان قصب من الحرب الباردي الولايات المتحدة كانت يعني اللاعب الأكبر في مواجهة نظام سوري اليوم النظام السوري تقريبا غير موجود نعم الولايات المتحدة تقريبا غير مكترثة وقتها المسيحيين كانوا جزء من الحرب الباردي اليوم المسيحيين منهم جزء من الحرب الباردي وقصوا منهم مع الممانعة وفي تحالف مع سوريا وإيران لا الظرف الظرف مختلف تماما بالنسبة للكاءات باريز كتب خليل الخوري بجريدة الشرق يقول إنما جرى من لقاءات يشكل نقطة انطلاق لما يمكن أن تقول إليه أحوال استحقاق الرئاسي صحيح أن المعلومات يلي أصدرها المكتب الإعلامي للرئيس الحريري لم يشفي غليل الذين كانوا يأملون أن يسمي الأشياء بأسمائها يعني فيه شعور وكأن الرئيس الحريري ما عم بقول الأمور بوضوح أو عم يسمي الأشياء بأسمائها أنا بأعتقد أن الأمور عم تنحكها بوضوح ولكن فيه خلط بين علاقة تيار الوطني الحر بتيار المستقبل عامة وبين موضوع الرئاسي يعني هادي موضوعين كل واحد له حيثياته لذلك يعني مش معناتها أنه إذا فيه حوار وتعاون معناتها موضوع الرئاسي صار محلول لا مايسم رزق بالأخبار بتنقل عن بعض أو عن رأي بـ 14 أدار بشوف أن الحريري لعب على جعجع وأسلوب المدوى الجزر الذي اتبعه مع جعجع له هدف واحد التنصل منه في اللحظة المناسبة بعد إغراقه بسيل من الوعود وبذلك يصيب الحريري عصفورين بحجر واحد يخرج جعجع من الاستحقاق من دون أن يقطع العلاقات معه هذه العلاقة يعني العلاقة مع الدكتور سمير جعجع علاقة وطيضة وعلاقة قوية وما بعتقد حدا دعم القوات اللبنانية بشكل ثابت ومستمر هذه التيار المستقبل وخاصة بهذا الظرف يعني مع كل الحساسيات ومع كل الأمور الدكتور سمير جعجع أخذ دعم تقريبا كامل من تيار المستقبل لذلك هذا الكلام مش دقي وحتى الدكتور سمير جعجع يعرف أنه مختضيات الواقع السياسي أدت إلى حوار بين تيار المستقبل والتيار الوطني وهو قال بحديثه أنه ليس ضد هذا الحوار وبالحقيقة أنه جزء من هذا الحوار ممكن ينعكس إيجابيا على موقف القوات اللبنانية يعني في حوار قائم بين كل أطراف يعني لما نحن كان علاقتنا مع الرئيس بري كانت شوي بيردي القوات اللبنانية كانت بحوار مع الرئيس بري نعم وبالأدب يمكن هالشي ساعد بالنتيجة لتحسين العلاقة مع دولة الرئيس بري هل هالشي بالنهية ممكن يساعد بتحسين العلاقة بين تيار المستقبل وحزب الله؟ أم أنه ظروفه مختلفة؟ هذا موضوع آخر يعني في موضوع في موضوع المصلحة الوطنية الواقع اللي عبر عنه دولة الرئيس سعد الحريري من لهاي لما نقال بكل شجاعة من المحكمة أنه نحن مستعدين ندخل بالحكم مع حزب الله في حكومة وحدة وطنية من أجل مصلحة لبنان هذا شيء وفيه أمر آخر اللي هو جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمحكمة الدولية هذا أمر آخر بعد الفاصل زيارة الرئيس السلام للمملكة العربية السعودية وممكن تكون تداعيتها كمان بالسياسي والاجتماع خاصة ما يتعلق بموضوع النزحين السوريين وعنوين أخرى بعد الفاصل اشتركوا في القناة